بريتفاست جاب لنا اختراعات من حول العالم نزلين بشيء اسمه ميني شانجا هذا اختراع مكسيكي اعتقد وبيتزا ايتاليان على الحطب بالسجوء والسيراتشا واختراعات اخرى كثيرا فتعالوا بقى نجربهم ونرى هل يظهر بلاستيك او فانتلاستيك ما تيجوا اندوه هنصور النهاردة ريديو في الجنينة في الهواء كده بدل الستوديو هنبدأ القوى بالبيتزا اللي بالسجوء وده يكون عليها سجوء مع سوس طماطم وسبايس السيراتشا مع قطع من السجوء وده تمانها مية سبعة وخمسين جنيه مفهود البيتزا ايتاليان فرفيعة قوي كده وده شكل عجينا من تحت كده تعم خش على الطعم طعم السجوء اللازيز البل السبايسي بتاع سوس السيراتشا مش عالي قوي مش هدقكو عايز دوق السجوء الواحده كده هي البيتزا لازيزة وعجمتها حلوة بس الاطراف حاسن ان هي نشفة شوية كده ولكن العجينة بشكل عام لازيزة فهيها كبيتزا سريعة تستيوه في عشر دقائق حلوة بصراحة بيتزا ايطالي كمان مع مولة صح فده ممكن نتكلم تحوالي 8 من 10 ونخش على بعد ندخب بقى مارجريتا ده 137 جنيه ارخص شوية سوينا البيتزا في حوالي 9 دقائق كنت مستنيها هنا ونعطت مش مش زي ما انت شايفين كده دي بيكون عليها جبنة برمجان مع عصوص طماطم وزل زاتون مع نفس العجينة طبعا ناخد كده سلايس لازيزة دي في رأيي احلب كتير جبنة اللي عليها حلوة قوي والعجينة بتاعتها في حاجة اسمها ووت فاير دي كراست ان هي كأنها معمولة على الحطب يعني دي بصراحة عجبانة اكتب من اللي بالسجوء طبعا ممكن تدلاحة وتزود عليها ايه زل زاتون زيادة جبنة زيادة تعيش حياتك وعليها اعشاب من ديها طعم حلو اعتقد ده رحان والصوص الطماطم اللي عليها عجبني جدا يعني دي ممكن نتكلم تحوالي 9 من عشر فالبيزة بشكل عام لازيزة ولكن تحسن معمولة لمزاج يعني لوحد اكيل مش هتصدم عقوي ولكن هتاكلها بمزاج بصراحة نخش بقى الاختراع ماكسيكي كده اسمه الشانجة دي ميني مانجو كريم شانجة اللي تكون عبرها عن رولز كده بتقليه في الزيت 3-4 دقائق والعجين او رولز دي جواها باستر كريم مع مانجا وسكر وكلام مانده العلبة فيها تمانية رولز ب130 جنيه بقى شكلها من جوا كده دي قطعة المانجا اللي جوا حجمها كويس طبعا هي تعتبر حاجة حلوة بسكرها كويس اوي مش عالي خالص والعجين اللي بره هشة وخفيفة كده لا حلو صراحة وعجبني اقوة طعم باستر كريم اللي جوا يعني تحليها لذيذة مختلفة كتقنيم بالنسبة لي مش تقل عن 9-9-10 ونخش على البعض التاني نوع معانا من الشنجا دي بالتفاح والقرفة دي برضو ب130 تعام خش على الطعم بقى عجبني اوه طعم القرفة اللي فيها مع التفاح وكمية الحشو اللي فيها برضو لزيذة هتحس بقطع التفاح كده يعني الاتين حلوين كل واحدة بسكة كده تحلاشي دي سكارها اعلى شوية من التانية فبالنسبة لي افضل المانجا اكتر دي ممكن نتكلم مثلا في 3.5-9-10 بعد دربة كله محتاجين حاجة نهضم بها بقى جبتي السيكولة عجبتني جدا بصراحة دي كولة سعودي كده خطيرة الله كفاية كده اختراعات بقى ونختم بشوية بطيخ رايق والله حبيت التصوير هنا اكتر من الستوديو عرفيني في الكوميتات الستوديو احسن ولا الجنينة فالتجربة على بعضها بالنسبة لي كالفانتاستيك بازات اختراع الشنجا لبالمنجا عجبني بصراحة فعرفوني في الكوميتات رايقوا اللي كنت جربتوه وإيه الاختراعات الثانية اللي حبيتنا جربة في فترة جاية فاخر الفيديو وفكركم وفكر نفسي بدعاء لوخاتنا بغزة ربنا نصروا مفوك كالبوم قريب ولو عجبكم الفيديو زبطونا كده باللايك وكومنت رايق كنت معاكم مهندم مصري لب في ودوء شوفكم فيديو الجاية